وشهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض كما قال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن عنفسكم والإنسان مطلوب منه أن لا يظلم نفسه في كل وقت حياته في سنة كلها لكن الظلم للنفس في هذه الأيام أيام لهذه الأشهر الأربعة يكون أشد تحريما من غيره وقد جاء عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وراجب مضر الذي بين جمادة وشعبان متفق عليه وقد كان أهل الجاهلية يحترمونها وإذا جاءت الأشهر الحرم توقفوا عن الغارات والاعتداءات التي كانوا عليها حيث أن شريعتهم هي أن يأكل القوي الضعيف فيتوقفون عن هذا الفساد في الأشهر الحرم احتراما لها ولكنهم كانوا إذا طاب لهم صيد سمين يحتالون على هذا الأمر ويقدمون شهرا ويؤخرون شهرا وكان يطول عليهم الامتناع عن الغارات والاعتداءات والنهب والسلب ثلاثة أشهر فيؤخرون محرم ويقدمون صفر وقد فضحهم الله تعالى بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله فيحلون أياما من شهر محرم ويؤخرونه ويدعون أن هذا من صفر حتى أنهم يعملون ما يحلو لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض والله خلق السماوات والأرض وخلق الأشهر وجعلها مرتبة متوالية بالترتيب المعروف عندنا فهؤلاء أهل جاهليها الذين خلطوا بينها وقدموا آخر بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العبث قد التغى وأن الأربعة الأشهر الحرم هي كما هي يوم خلق الله السماوات والأرض ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ووحد فرد وهو رجب الذي بين جمادى الثانية وشهر شعبان هذه الأربعة هي الأشهر الحرم ترجمة نانسي قنقر